حبيبنا الدكتور بدر العيسى دكتور حبيبي صار في رسوم الزيادة قالوا أنه ما فيه ثلاث تلاف بس رحنا المدارس لقينه فور اش راح تسوي زيارة التربية دكتور بدر اعطوني دكتور بدر دكتور بدر دكتور بدر العيسى حبيبي الحب دكتور بدر العيسى وزير التربية والتعليم العالي دكتور بدر الله يطول بعمرك ويخليك لنا تكفى أرجوك حبيبي قلبي حياتي الحب صار في زيارة لسار مدارس الخاص خدته إجراء ترى بيانكم التعليم الخاص مواقعي دكتور بدر روح اطلب رسمي قولي شينو عندكم رسوم السوتوية المدارس الخاصة تتفاجأ نية السنة ليايا من الحين بنحجز شهر أربعة كلنا بنم وعلى السعر اليديد يا دكتور صدقني والله العظيم رازاته لسحا صدقني في شي قتلك ياه غلط يعني والله اتمنى النواب يتكلمون اتمنى مثلا أحد يتكلم أحد يتمنى القضية ما فيه تدرون ليش البعض من الصحافة ما يتكلمون في بعض قضايا المواطنين وخاصة في زيارة الأسعار تتوقعون ليش لأن في بعض المدارس الخاصة يدخلون عيالهم خدمة لهذا الصحفي أو أنه وراء مو كرسي كرسيانة كرسي الفقر كرسي كشخة يدفعوا له ما يهمهم والبعض في الشركات الكبيرة وشركات النفط عيالهم في المدارس الخاصة يندفع لهم لكن المواطن الكويت البسيط اللي على الله على معاشه وبيحسن يعني من مستوى الثقاف اللي عيال هالبلاو اللي تصير في زاة التربية ما يفعل حين البنك القروض محددة ويني يعني عنده الواحد أربع كم يدفع يعني لازم الحكومة دكتور بدل تكفى بليز يعني بليز هالأسبوع اليهي جاز يعني هالأسبوع اليهي رح أرجع لنفس المواطن ما أنا ناسي مني لا أيبلك الأوراق شوفوا تعليق وزير التعليق